بيبدأ المسلسل سنة 1947 مع خمس كهنة وهما متجمعين في بيت واحد منهم وبيتعشوا وبيقول واحد فيهم انهم هيخرجوا بعدها يتفرجوا على فيلم وبيعرضوا على الكهن دينيس انه يروح معاهم فبيعتذر لهم دينيس وبيقولوا انه جاي من بره تعبان وعايز ينام فبيخرج لاربع كهنة البقين مع بعض وبيعود دينيس لوحده في البيت وفجأة بيخبط راجل غريب عليه الباب وبيقول انه عربيته تعطلت وبسبب المطر همش عارف يتصرف ازاي فبيعرض عليه دينيس انه يدخل ينشف نفسه جوه لحد ما يلاقوا حل سوا وبعدها بشوية بيرجع بقى الكهنة على البيت وبيستغربوا انه هادي جدا ومع ذلك محدش فيهم بيهتم وبيدخل كل واحد منهم على قطه وبعدها بنشوف واحد منهم اللي بيكون اسمه القص اديامي وهو داخل للحمام عشان يخسل سنانه لكنه بيتفاجئ بدينيس ومدوح وجسته مرمية في البني وفجأة بيخرج الراجل الغريب من ورا الباب وبيقتل اديامي هو كمان في الوقت ده بيسمع اتنين من الكهنة صوت حد بيتضرب فبيجروا بسرعة عشان يشوفوا اللي بيحصل وبيشوفهم الراجل الغريب وبيمسك واحد منهم وبيقتلوا بالسكنة اللي في ايده لكن الكهنة التانية واللي بيكون اسمه اندروز بيهرب وبيجري يستخبف قوضة تانية وبعدها بنشوف السفاح وراح للكهنة الخامس واللي بيكون اسمه جوزيف وبيفكروا بواحدة اسمها مارجريت وبنعرف ان الست دي تبقى والدة السفاح وهي نفسها الست اللي اختصابها جوزيف زمان ولما عارف انها بقت حامل رماها وما فكرش حتى يسأل على ابنه وبيعرف السفاح نفسه وبيقول ان هو يبقى ابن مارجريت اللي رماه جوزيف زمان ورفض يعترف ان ابوه وبيقول السفاح انه مش قادر يسمحه بسبب اللي حصل لوالدته وده لانها ماتت من زمان بعدما شخص غريب بديه حقنا وقتلها ومن وقتها والسفاح ده عايش حيا صعبة جدا فبيعتذلوا جوزيف وبيقولوا ان دي كانت غلطة وممكن يصلحوها سوا لكن السفاح مش بيديله فرصة وبيتعانوا لحد ما بيموت وبكده يكون السفاح قتل اربعة كهنة من الخمسة وبعدها بيهرب من غير ما يعرف ان فيه كهن خمس قدر يهرب منه وراح استخبه وبيعدي ست الشهور وبنشوف واحدة اسمها ريتشيد واللي بتكون مهتمة بقضية السفاح ايدموند وبنلاحظ ان ريتشيد محتفزة بكل الاخبار اللي اتكتبت عنه في الجرايد وبنعرف ان ايدموند هيترحل المصاحة للعلاج النفسي واللي بيكون اسمها مستشفى لوسيا الحكومي فبتروح ريتشيد للبلد اللي فيها المصاحة وبتقرر انها تنزل في فندق هناك فبتاخدها لويز صاحبة الفندق على قضيتها وبيتعرف لتنين على بعض وبتقول ريتشيد انها ممردة وجايل هنا عشان تشتغل فبتعرفها لويز على المكان وبعدها بتمشي وتسيبها عشان ترتاح وتاني يوم بنشوف ريتشيد وهي راحة المستشفى لوسيا الحكومي وهناك بتطلب انها تقابل الدكتور هانوفر مدير المستشفى عشان عندها مقابلة عمل معاه بخصوص الشفت الليلي فبتاخد الممردة منها الجواب وبتديل بتسي رئيسة الممرضات واللي استغرب من ان الدكتور هانوفر فتح التوظيف من غير ما يقولها وبتداء بتسي من اللي بيحصل وبتحاول انها تطفش ريتشيد فبتقولها ان الدكتور هانوفر برة واكيد هيتأخر لكن ريتشيد بتكون مصرة قابله وبتقول انها تقعد تستنى وفي الوقت ده بيكون الدكتور هانوفر عنده معاد مع السيد جورج حاكم المدينة ورايح لمكتبه عشان يقابله لكن السكرتيرا بتاعتزر له وبتبلغوا انهم مضطرين يأجلوا المعاد لمدة شهر فبيتدايق هانوفر جدا وبيخرج يقعد في مكان قريب وبالصدفة بيكتشف ان الحاكم قعد هناك مع السكرتيرا بتاعته فبيستغل هانوفر الفرصة وبيروح عشان يتكلم معاه وبنلاحظ ان الحاكم شخص متصلت جدا وبيتعامل مع الحوالي بقصوة وبيسمح الحاكم لهانوفر انه يقول اللي عايزه لحد ما المشروب بتاعه يوصل فبيتكلم هانوفر بسرعة وبيقوله انه هو مدير المستشفى الوسية للعلاج النفسي وبيعرض على الحاكم انه يعمل الدعاء الانتخابية عندهم في المستشفى فمقابل انه يدي لهم تمويل مادي يغطي مصارفهم لكن قبل ما يخلص هانوفر عرض فكرته بتوصل المشروبات وبين الحاكم المقابلة وبنلاحظ ان السكرتيرا جواندلين اعجبت بالفكرة لكنها مش بتقدر تعرض الحاكم في الوقت ده بتكون ريتشيد قاعدة في المستشفى وبالصدفة بتشوف ممرضة اسمها ايميليا وبتعرف انها على علاقة براجل هناك فبتنسحب ريتشيد من قضيتهم وبتتعامل كأنها ما عرفتش اي حاجة وبعدها بيرجع هانوفر للمستشفى وبياخد ريتشيد للمكتبه عشان يتكلمه براحتهم وفي الاول بيعتذر له وبيقول انه مش فاكر انه وافق على توظيف حد ولكن ممكن يكون عمل كده فعلا اونيسي وبتحاول ريتشيد انها تغريب خبرتها في المجال الطبي وبتعرفه انها اشتغلت قبل كده فمخيم لجنود الحرب وبتفضل ريتشيد تتكلم عن انجازاتها فبيعجب هانوفر بشخصيتها جدا ومع ذلك بيقوله انه ما عندوش تمويل كافي لانه يشغل حد تاني دلوقتي وبيوعيدها ان لو الحاكم وافق يمولهم هيبعتله على طول في الوقت ده بتقرر ريتشيد انها تستغل الفرصة فبتروح للممرضة ايميليا في بيتها عشان تتكلم معيها وبتعرف من زوجها انها لسه في الشغل فبتسيب ريتشيد رقمها وبتطلب منه يخليها تكلمها ضروري وبعدها بنشوف ايميليا وهي رايحة تقبل ريتشيد زي ما طلبت وبنعرف ان ريتشيد قررت انها تستغل لشافته وبتقول ايميليا انها عايزة وظيفة الممرضة دي ضروري وبتبلغ انها لو ما ثابتش الوظيفة عشان هانوفر يشغلها هي بدلها هتضطر تبلغ زوجها بعلاقتها بالرجل التاني وهتبوز لها حياتها وبالليل بنشوف جواندليني السكرتيرا وهي رايحة لهانوفر بيته وبتبلغه انها قدرت تقنع الحاكم بفكرته وخليته يوافق انه يعمل كل دعاية الانتخابية عنده في المستشفى فبيفرح هانوفر جدا وبيبلغ طاقم التمريد بالتعليمات الجديدة وبعدها بيعرف هانوفر ان ايميليا ثابت الشغل ويكون معهم المصورين واللي بنلاحظ انهم بيسجلوا اي حاجة بتحصل مهما كانت صغيرة وبيحاول هانوفر ان يبهر الحاكم بمستوى العلاج وبيقولوا انهم دلوقتي بيعالجوا المرضى باحسن الوسائل واحدث التقنيات وبياخد الحاكم في جولة في المكان لحد ما فجأة بيتعب واحد من المرضى فبيستدعو الدكتور هانوفر بسرعة وبمجرد ما بيوصل هانوفر لهناك بيكتشف ان ريتشيد علجت المريض وانقذت حياته على اخر لحظة وفي الوقت ده بيعرف واحد من المرضى واللي بيكون اسمه سلفاتوري ان اخوت وفة وبيبقى مدائق جدا بسبب ان حالته ما تسمحش انه يخرج من هنا ويروح يحضر الجنازة فبيستغل الحاكم الفرصة دي وبيفضل يتصور مع سلفاتوري عشان يقنق الشعب انه شخص طيب وبيرعي كل المرضى وبعدها بشوية بتروح ريتشيد لسلفاتوري عشان تتكلم معاه وبتقوله ان كل اللي هنا هيجدبوا عليه ويقنعوه انه هيخرج قريب لكن الحقيقة انه عمرهم ما يخرجوا من هنا ابدا وبنلاحظ ان ريتشيد بتحاول تدايقه وبنفهم ان فيه خطة معينة في دماغها وبتقول لي سلفاتوري كمان ان ما فيش حد فقلته بقى عايزه وبتحكي له ان هي كمان كل اهلات خلوا عنها وبتقوله انها كانت تتمنى حد يصرحها بالحياة دي من زمان وما تفضلش طول السنين دي تضحك على نفسها وبمجرد ما بتلاحظ ريتشيد ان سلفاتوري بدأ يصدقها بتستغل الفرصة وبتقوله انها هتساعده وهتقوله على الحال الوحيد اللي هينفع معه دلوقتي وبتتكلم ريتشيد بصوت واطي وبتبلغه ان فيه الاحدة موجودة على مكتب دكتور هانوفر وبتشجعه ان يروح لهناك ويقتل نفسه بعدما كل الناس اتخلت عنه وفعلا بتاخده ريتشيد لهناك وبعدها بتسيبه في المكتب وبتمشي وبعدها بشوية بيدخل هانوفر مكتبه وبيتصدم لما بيشوف سلفاتوري واقع على الارض بعدما دبح نفسه فبتقوله ريتشيد ان ده تأثير من بتسي رئيس الممرضات وبتنصحه يعقبها وبيتوتر هانوفر جدا وبيخاف ان الموضوع يوصل للصحافة فبتمنه ريتشيد وبتقوله يروح يوقف مع الصحفيين وهي هتتصرف وبتاخد ريتشيد الجثة وبتحرقها من غير ما حد ياخد باله وبعدها بشوية بيخلص الحاكم من تسجيله الصحفي وبيبلغ هانوفر ان المستشفى كانت فوق مستوى توقعاته وبيشكره على مجهوده مع المرضى وبالليل بنشوفه الشرطة وهي واخدة صفاح ايدموند للمستشفى وبيبلغوا الشرطة انهم هيحتجزوا هناك لمدة 120 يوم تحت حراسة مشددة لحد ما يتأكدوا اذا كان مريض نفسي فعلا ولا مجرم ويستهل الاعدام وبمجرد ما بتوصل ريتشيد للشفت بتاعها بتنزل البدروم وبتروح للزنزانة اللي فيها ايدموند عشان تسلم عليه وبنلاحظ ان ايدموند تفاجئ اول ما شافها وبنفهم ان الاتنين يعرفوا بعض من زمان لكن بقالهم كتير ما تقابلوش وبينهار ايدموند وبيقولها انه مش عايز يموت فبتطمنه ريتشيد وبتوعده انها تعمل اي حاجة في مقابل انها تنقذه وفي تاني يوم بيقرر هانوفر انه يستخدم اربعة من مرضى واللي بيبقى كل واحد فيهم بيعاني من حاجة مختلفة عشان يعمل لهم كلهم نفس العملية في حضور الصحفيين وبكده هيقدر يثبت للحاكم وللولاية كلها انه مدير شاطر وبنعرف ان العملية دي هي جراحة في الفصل جابهي وبيقول هانوفر ان الجراحة دي كانوا بيستخدموها زمان عشان يعملوا تعديل في سلسلة الوصلات العصبية ويقدروا يغيروا من سلوك معين بيعاني منه المريض وبيحضر العملية ومناصب مهمة في الولاية واكتر من مصور وكمان باقي طاقم التمريض بيبقى موجود عشان يستفيد من اللي بيحصل ويفهمه وبيخضر هانوفر المرضى وبيمسك الالة الحادة وبيبدأ انه يفتح جزء معين من الدماغ وبعدها بيمسك الالة تانية وبيفضل يدخلها جوا الدماغ وبتتأثر واحدة من الحاضرين من المنظر لدرجة انه تفقد الوعي فبيأمرهم هانوفر ياخدوها لبرة ويفوقوها وبيكمل في العملية بتاعته وبعدها بنشوف ريتشد ويرايحة قابل اندروز الكهن الوحيد اللي فضل عايش بعد هجوم السفاح وقتله الباقي الكهنة وبتعرفه ريتشد بنفسها وبتطلب منه يروح للدكتور هانوفر ويحكيله عن كل اللي حصل بتفصيل عشان يقدر يكتب التقرير ويثبت في ان ايدموند مجرم فعلا ويستاهل الاعدام وبيكون اندروز متأثر باللي حصل ومع ذلك بيوعدها انه هيفكر في الموضوع وبيبقى اللي حصل ده غريب لان ريتشد كانت وعدت ايدموند انها هتخليه ما يتعدمش وهتاخد بالها منه وتاني يوم بنشوف هانوفر هو راح لطقم التمريد وبيبلغهم ان نتائج العمليات الاخيرة ما كانتش زي ما كان هو متوقع وعشان كده قرر انه يجرب عملية تانية بعد شوية وبيروح هانوفر لغرفة العمليات وبيجتمع بباقي طقم التمريد وبيقولهم انه قرر يستعين بجستين من المستشفى بعد ما لقى ان عملية فتح الجمجمة سببت خوف لناس كتير فقرر انه يجرب نفس العملية ولكن عن طريق انه يعمل الفتحة من عند العين وبيبقى طقم التمريد كلهم ارفان لكن محدش منهم بيقدر يعترض وبعدها بشوية بترجع بيتسي من صعوبة المنظر فبيزعلها هانوفر وبيتري عليها وبيسألها يزاي ممرضة ومع ذلك خايفة من المنظر ده فبتعتذر بيتسي وبتخرج من المكان بسرعة عشان تغاهر الميليات اللي بوزت وبنلاحظ ان ريتشيد مركزة في العملية جدا وبعدها بيشرح هانوفر الخطوات بالتفصيل لحد ما بيخلص العملية كلها وفي الآخر بتشكره ريتشيد وبتبقى منباهرة بالتطور للعلم وصله وبيتبسط هانوفر جدا وبيقولها انها مختلفة عن كل الستات اللي شافهم قبل كده فبتستغل ريتشيد الفرصة وبتتكلم معها عن ادموند وبتقوله ان الممرضين اسناء وقت استحمامه بيبقوا ربطينه وهم اللي بيحموه وبتحاول انها تستعاطفه وبتقوله ان دي طريقها ما جاية تطلب منه يتكلم مع باقي طقم التمريد ويقنعهم يتعاملوا مع ادموند بطريقة اكتر انسانية فبيوافق هانوفر على اقتراحها وبيسمح لها تروح تبلغ ادموند بالخبر وبعدها بنشوفه جواندلين وهي بتتعرف على ريتشيد وبيقرب لتنين من بعض وبيبقوا صحاب جدا وبتعزمها جواندلين على الاكل برة فبتوافق ريتشيد وبتروح معيها وبنرجع تاني لدكتور هانوفر اللي بيطلب انه يقابل ادموند في مكتبه وبيمثل ادموند انه مجنون وبيبدأ يتكلم في مواضيع مختلفة وبيعمل حركات غريبة فبيستنتج هانوفر انه بيمثل وبيقوله ان دي اعراض انفصان في الشخصية لكن من كتر ما هو بيمثلها بدقة بين او انه كداب وبعدها بيلحظ هانوفر ان ادموند بصص على السكنة اللي جنبه فبيتوتر هانوفر جدا وبيغير كلامه بسرعة عشان يضحك على ادموند ويقنعه انه مصدقه وبيوعده هانوفر انه لو قال الحقيقة هيساعده ويحاول يوقف حكم الاعدام لكن ادموند مش بيصدقه وبيطلب انه يرجع لزنزنته من تاني وبعدها بشوية بيجر ريتشيد اتصال من الكهن اندروز واللي بيبلغه انه موافق يتكلم مع الدكتور عشان يقولهم حقيقة ادموند فبتروح ريتشيد عشان تتكلم معاه واول حاجة بتعملها هي انها بتفتح جهاز التسجيل وبتوعد اندروز انها مش هتسمح لحد يسمعه للدكتور هانوفر وبتسأله ريتشيد عن اللي حصل يوم الحادثة وبيبدأ اندروز يحكي كل حاجة بالتفصيل واسناء ما هو بيتكلم تديله ريتشيد كوبات شاي وبتبقى حطله فيها منوم وبعدها بشوية بينام فعلا فبتقوله انها بتعمل كده عشان تنقذ ادموند وده لانه مش وحش زي ما هو فاكر ولكن اللي مر بيه في حياته هو اللي خلاه يوصل لكده وبعدها بتجيب ريتشيد القلات الحادة وبتبدأ انها تنفذ نفس العملية اللي شافت هانوفر وبيعملها وبنعرف بعدين انها عملت كل ده عشان تمحي ذاكرته وتخليه ما يحكيش اي حاجة عن اللي عملها ادموند وبكده تكون ريتشيد محت اهم دليل ممكن يثبت ان ادموند مجرم فعلا مش مريض نفسي وبعدها في فترة بنعرف ان اندروز رجع للمكان اللي كان قاعد فيه من تاني لكن وقتها هو مش بيتكلم ولا حتى بيتحرك من مكانه وبيكون كل اللي هناك مستغرب ولكن محدش فيهم بيقدر يوصل لحاجة وفي مكان تاني بنشوف ستة غنية اسمها لينور وهي بتتفق مع قاتل مستقجر اسمه تشارلز انه يقتل لها هانوفر وبتقول لينور انها تدي له ربع مليون دولار لو قتلوا فعلا وجاب لها راسه لحد عندها وبتقول انها عايزة تقدم راسه هدية لابنها في ايج ميلاده الواحد وعشرين وبنعرف ان هانوفر مش دكتور اصلا والنسمه الحقيه مانويل وبعدها بتجري لنور على ابنها هنري عشان تطمن عليه وبنكتشف ان هنري كل اطرافه مقطوعة وعشان كده بيفضل طول الوقت في مكانه والخدم هما اللي بيساعدوه وبنرجع تاني للدكتور هانوفر اللي بيعرف ان فيه مارتين عنده في المستشفى مثلين جنسيا فبيقرر هانوفر انه يستخدم معهم علاج جديد جاي من سويسرا واللي بيكون عبارة عن حض استحمام من المية السخنة وحض من المية البردة وبيقول لبيتسي ان الفرق في درجات الحرارة بيخفف من الانفعالات العصبية وبيخلي اي شخص يرجع لحالته الطبيعية وبعدها بيجهز الممرضين واحدة من المارتين واللي بيكون اسمها كارتريت وبياخدوها الحض لستحمام وهناك بتثبت بتسي درجة حرارة المية على 47 درجة مقوية وبتقمرهم يحطوا المريضة فيها وبتبدأ كارتريت تسرخ من الوجع فبيحاول الممرض هاكو والممرضة ريتشيد انهم يخرجوهم لكن بتسي بتمنعهم وبتقول لهم انها لازم تقعد في المية السخنة لمدة 20 دقيقة وبيخلص الوقت وبنلاحظ ان جسم المريضة تمالح روء بسبب سخونة المية وبعدها بتقمرهم بتسي انهم يحطوها في حوض المية المتالج وبيسيبوها 5 دقايق وبعدها بتخلص التجربة وبيرجعوا كارتريت لقودتها من تاني وبعدها بنشوف هاكو هو مداء من اللي بيحصل وبيكون عايز يبوز الجهاز عشان ما يعملوش كده في اي مريض تاني لكن ريتشيد بتمنعه بتقوله انهم لو عملوا كده هيترضوهم ووقتها مش هيلووا شغل في اي مكان تاني ومع ذلك هاكو بيفضل مصر وبيقرر انه لازم يعمل حاجة عشان يوقف اللي بيعملوه وبعدها بنشوف الحاكم هو قاعد مع جواندلين سكرتيرته وبيقول لها انه عايز يتكلم مع هانوفر ويخليه امر باعدام ايدموند في اسرع وقت وده لان بكده الشعب هيتبسط وهيشوفه حاكم عادل ووقتها هيعده انتخابه من تاني وبالرغم من ان جواندلين بتبقى مش مقتنعة الا انها بتضطر توافق وبتقوله انها هتبلغ هانوفر بكلامه وبنرجع للمستشفى من تاني وهناك بنشوف الممرضة دولي وهي رايح هتوصل لايدموند الاكل بعدما طلب منها هانوفر انها تعمل كده وده لانه مش فاضي وبيلاحظ الحارس انهم معجبين ببعض وبيشوف دولي وهي بتتقرب من ايدموند وبعدها بيحكي الحارس اللي شافه الهاك واللي بيروح يبلغ ريتشد وده لانه عارف انها مهتمة بايدموند وبتنزل كتير عشان تزوره فبتشكره ريتشد وبتوعده انها تتصرف وبالليل بنشوف تشارلز وبيطارد هانوفر وبيحاول يقتله لكن هانوفر بيشوفه وبيهرب منه على اخر لحظة وبعدها بيرجع تشارلز عشان ينام لحد ما يفكر هيقتله ازاي وبنعرف ان تشارلز نازل في نفس الفندق اللي فيه ريتشد وبيباني انه معجب بيها وبيفضل يزورها كل شوية في قضيتها لكنه بيرفض يقولها وهنا ليه وبيعمل ايه وتاني يوم بنشوف بيتس وهي رايحة لهانوفر مكتبه وبتبلغوا ان المريض سلفاتوري مفقود واهله بيدوروا عليه تقولوا انه بالرغم من انه اخد اذن عشان يحضر جناس تخوف الا انه مراحش فبيتوطر هانوفر جدا وبيقولها انه معرفش حاجة عنه وبعدها بنشوف ريتشد وهي بتعزم هانوفر على الاكل برة وبتقوله انها عايزة اتكلم معاه وبنكتشف ان ريتشد عارفة ان تشارلز بيتطرد هانوفر وبتبقى جايباه هنا عشان تسأله عن السبب فبيضطر هانوفر انه يحكي لها كل حاجة وبيقولها انه من كم سنة اتعرف على ست غنيس مع لي نور وطلبت منه يعالج هيناري ابنها وده لان هيناري كان بيحب يعزب الناس وبيتلزز بمنظر الدم وبيقول هانوفر انه في مرة كان قاعد مع هيناري وده له دوى عبارة عن مخدر وده عشان يعرف يكلم مع برحيتهم لكن هيناري كانسكة منه وسرق قلبة الدوى من الدكتور وحط له منها كمية كبيرة وبعد شوية تعب هانوفر جدا وبقى مش مستوعب اي حاجة من اللي بتحصل حواليه في الوقت ده بيروح هيناري العامل الجينينة وبيتله وبعدها بيقطع ايدين العامل الاتنين هو مبسوط وبيكون هانوفر شايف كل اللي بيحصل لكنه مش قادر يوقفه وبعدها بيمسك هيناري المنشار وبيقطع ايدهو كمان والغريبة انه مش بيكون حاسس باي واجع وبيبقى هيناري مقتنع بين ايده اتبدلت مع ايد الجنيني وعشان كده عايز يرجع ايده لحياة من تاني وبيشوف هانوفر المنظر هو مصدوم وبيحاول انه يساعد هيناري باي طريقة فبياخد ايدين البستاني وبيخياتهم لهيناري في جسمه لكن بعدها بمدة بيتصاب جسد هيناري بتتعفن وبيضطر الدكاترا انهم بيقطعوا اطرافه الاربعة ومن وقتها لنور بتحمل هانوفر كل اللي حصل وعايزة انتقم منه فبتتعاطف ريتشد معاه وبتوعده انها هتساعده يخلص من الموضوع ده في اقرب وقت وبعدها بنشوف ريتشد وهي رايحة لادموند في زنزانته عشان تقدم له العشاء وبتتخانق معاه بتقوله ان التصرفاته دي ممكن تبوص كل اللي هي بتحاول تعمله عشان تخرجه من هنا وبتطمنه ريتشد انها قريب قوي هتخليه يخرج ويبقى احرار زي زمان وترجعه عيش حياة طبيعية من تاني فبيقطعها ايدموند وبيقول لها ان شخص زيه ماينفعش يعيش حياة طبيعية بعد كل اللي عمله وده لانه حتى لو قدر يخرج من هنا محدش برة هيرضى يتعامل مع شخص زيه بعد ما بقى مصدر خطر لكل اللي حواليه فبتطمنه ريتشد وبتوعده انهم هيعدوا بكل حاجة سوا لكن ايدموند بيبقى عارف ان كل ده وهم وبيقول له ومتأثر ان كان نفسه يكون انسان طبيعي زي اللي حواليه لكن بسبب اللي مروا بيه في طفولتهم عمره ما قدر يتحكم في نفسه ولا في تصرفاته وبنفهم ان ريتشد وإيدموند يعرفوا بعد من زمان واعدوا بطفولة قاسية وهي اللي عملت فيهم كده لكن ما بيبقاش واضح بالزبط اللي حصل لهم وبنروح لجويندلين اللي بتقرر انها تنفصل عن زوجها تريفور وتمشي وبتواجهوا بحياة ان محدش فيهم بيحب التاني وانهم مش مضطرين يتحكوا على بعض اكتر من كده وبالرغم من محاولات تريفور الكتير انه يمنعها الا انها بتصر وبتسيب البيت وبتمشي وبعدها بتروح جويندلين للفندق الوحيد في المدينة عشان تقعد هناك لحد ما تلاقي بيت جديد هناك بتتفاجئ بان ريتشد نزيلها في نفس الفندق فبتحكي لها جويندلين انها تفصلت عن زوجها وعشان كده جات لهنا لحد ما تزبط حياتها من جديد فبتاخدها ريتشد لقودتها الجديدة وبتعرفها على المكان وبعدها بتسيبها عشان تلحق شغلها في المستشفى وبعدها بتكون ريتشد قاعدة مع الممرضة دولي وبتقولها انها عرفت باللي حصل بينها وبين ايدموند فبتتكسف دولي جدا وبتحاول انها تنكر لكن ريتشد بتطمنها وبتقولها انها تقدر توفر لهم وقت كل يوم عشان يقضوا سوا بدون محد يضايقهم فبتستغرب دولي وبتسألها هتعمل كده ازاي بالرغم من ان ايدموند مسجون في مكانه واحد وده لانه يعتبر اخطر مريض في المستشفى فبتطمنها ريتشد وبتقولها ان التواصل مع البشر دي حاجة هتحصل من حالة ايدموند وهتخلص لكو احسن وعشان كده هي مستعدة تعمل اي حاجة في المقابل ده وبتتفق مع دولي انها تروح لحمام كل يومي الساعة 2 و 5 بعد ما تخلص الشفت بتاعها على طول وبتقولها ان ايدموند هيكون مستنيها هناك وفعلا بتزبط ريتشد كل حاجة وبتقدر انها تهرب ايدموند من زنزانته وبعد ما بيخلص بترجعه تاني لهناك وبعدها بشوية بتروح ريتشد للمريضة بليكس في قضيتها عشان تجهزها للجلسة العلاجية وبتكون بليكس خايفة على نفسها لحسن تموت من كتر سخونة المياه فبتطمنها ريتشد وبتقولها ان دي طريقة علاج فعالة واكيد هم مش هيئزوها وبمجرد ما بيوصلوا لهناك بتأمورهم بيتس انهم يشغلوا المياه السخنة لكن هاك بيكتشف ان الخرطوم مقطوع ونعرف ان هاك هو اللي عمل كده عشان يوقف طريقة العلاج دي لكنه مش بيقول لحد وبتتعصب بيتس جدا وبتسأله من اللي عمل كده فبيقولها هاك ان ممكن يكون فروة لقطعه ومع ذلك بتفضل بيتس شكة فيه وبتقولها هاك انها مش هترتاح الى لما تطرده من المستشفى وبالليل بنشوف لينور والدة هناري وهي بتتصل بتشارلز وبتسأله لو قتل هانوفر ولا لسه وبيقولها تشارلز انه هرب منه وبعدها اختفى فبتتعصب لنور جدا وبتتفق معاه انها تخسم له خمسين الف دولار من المبلغ قصات كل يوم تأخير وبعدها بيروحت شارلز لريتشد في قضتها وبتفاجئ ريتشد بانها عارفة كل حاجة عنه وعن مهمته وبتقرر انها تتفق معاه على صفقة جديدة وهي انها تعرف في مكان هانوفر فمقابل انه يقيت له ويخلصها منه بسرعة فبيوافق تشارلز على العرض وبيحدد لتنين معادل جريمة سوا وبنعرف ان جوانديلين كانت واقفة برة وبالرغم من انها ما سمعتش خطتهم الا انها بتستغرب من تصرفات ريتشد وبتبقى مش قادرة تفهم شخصيتها وبتقولها جوانديلين ان الحاكم هيوقف تمويل المستشفى في حالة ان الدكتور هانوفر ما يكتبش تقرير عن حالة ايدموند يقول فيه ان ايدموند فعلا يستحق الاعدام فبتمثل ريتشد ان الموضوع مش فارق معاها وبتوعدها انها توصل كلامها للدكتور هانوفر وفي تاني يوم بتروح ريتشد على المستشفى مع تشارلز وبتتفق مع انه يدخل مكتب الدكتور هانوفر ويستنى هناك عشان بمجرد ما يوصل يقتله لكن بنكتشف انه كل دي كانت خدع من ريتشد عشان توقع تشارلز ويخلصه منه وبتتفق مع هانوفر انه يتسحب للمكتب ويدخل يضربه وفعلا بيدرب هانوفر تشارلز على راسه وبعدها بياخدوهم الاثنين لحوض المياه السخنة وبتقرر ريتشد انها ترفع درجة الحرارة لحد 65 درجة مقوية وبيسيبوه هناك عشان يموت ويخلصوا منه وفي الوقت ده بتكون جوندلين وصلت لهانوفر مكتبه وتتصدم من منظر الدم اللي على الارض فبيحاول هانوفر انه يغير الموضوع لحد ما بتوصل ريتشد اللي عنده وبتحاول تقول لاقي حاجة في نفس الوقت بيبقى في واحد من الحراس شاف الطفل بيتر وهو بيعاني من حلم من احلام اليقظة وبيكون واقف في نص المستشفى وهو مش واعل تصرفاته وبيقوله الطفل انه عايز يشرب لبن دلوقتي حالا فبيجيب له لحارس كبات لبن وفي طريقهم لقود الطفل بيكون تشارلز قدر انه يفك نفسه ويهرب من الحوض وبمجرد ما بيشوفه الطفل في وشه بيتخض وبيفتكر ان ده كمان مجرد حلم فبيقرر انه يقرب من تشارلز عشان يزبط لي نفسه ده مش حقيقي وبيكون الحارس شاف اللي بيحصل فبيضرب تشارلز بالمسدس وبيقتله ودلل انه خايف لحسن يقز الطفل وفي الوقت ده بتوصل ريتشيد وجواندلين ودكتور هانوفر على صدر بالنار وبيأمروا الحارس انه ياخدوا الطفل على قوته وبعدها يروح بيته وهم هيتصرفوا وبتكون جواندلين عايزة تبلغ عن اللي حصل فبتقنع ريتشيد النوم لو بلغوا اسمها هيجي في المحضر وده وارد يأثر على صمعة الحاكم وفوزه في الانتخابات باعتبرها سكرتيرته الخاصة فبتقتنع جواندلين وبتقرر تتسطر معهم على الجريمة وبعدها بتتسحب ريتشيد وبتاخدوا الجثة على جوه وبتحرقها عشان ما تعرضش اي حد فيهم للمسائلة القانونية وبعد ما بيخلصوا من جريمتهم بتروح ريتشيد للمريدة بليكس قدتها عشان تهربها وبنعرف ان هكوا كمان هرب المريدة كارتريد بأمر من ريتشيد وبتديلهم ريتشيد فلوس من اللي معها عشان يركبوا القطر ويمشوا من البلد بسرعة قبل ما حد يمسكهم وبتقولهم انها عملت كل ده عشان تحميهم من هانوفر واللي بيعملوا فيهم وبعد شوية بتتسحب ريتشيد لقودة تشارلز وهناك بتلاقي رقم لنور مكتوب في الورقة فبتقرر انها تكلمها وبتبلغها ان تشارلز القاتل اللي هي مأجرة مات وبتعرض عليها تيجي للفندق اللي هي قاعدة فيه وهي ممكن تساعدها وبتوافق لنور انها تروح وبيباني انها معجبة بجورقة ريتشيد كمان عايزة تنتقم من هانوفر وبنفهم ان ريتشيد قصدا تعمل كل اللي عملته ده وعندها خطة في دماغها وتاني يوم الصبح بنشوف هاك وهو قاعد مع ريتشيد وبيشكرها على كل اللي بتعمله مع المرضى وبيقولها انها فعلا ملك الرحمة وبمجرد ما بتسمع ريتشيد الكلمة دي بتفتكر لما كانت بتشتغل في مخيمات الجنود وبنشوفها وهي قاعدة جنب جندي مصاب إصابات خطيرة لدرجة انه بيترجها تقتله عشان يستراح من تعبه وفعلا بتوافق ريتشيد وبتخنقه بالمخدة لحد ما بيموت وبنرجع للحاضر وبنشوف هانوفر هو راح يقابل ريتشيد واللي بتقوله انها جاية هنا مخصوص عشان تبلغه بانها مش هتسمح ابدا بإعدام ايدموند وبتكون ريتشيد مستوعبة حجم الضغط اللي عليه من الحاكم ومع ذلك بتقرر انها تبتزه وبتقوله انه لو رفض هتبلغ الشرطة عنه وتتهمه بقتل تشارلز وسيلفاتوري فبيتعصب هانوفر جدا وبيضطر يوافق على اي حاجة هي بتقولها واول حاجة هي بتؤمره بيها هي انه يعزل بيتسي من منصبها ويعينها هي مشرفة الممرضات وبالرغم من رفض هانوفر للفكرة الا انه بيضطر يوافق عشان ما تبلغش الشرطة عنه وتاني يوم بنشوف بيتسي وهي رايحة لهانوفر مكتبه عشان تقدم له طبق اكل حضرته بنفسها وبيبان انها بتحاول تقرب منه بكل الطرق لكن هانوفر بيحرجها وبيجبرها تقدم استقالتها من منصب رئيسة الممرضات وإلا هيرفضها من المستشفى كلها فبتدق بيتسي جدا وخصوصا لما بتعرف انه قرر يوظف ريتشد مكانها وبمجرد ما بتعرف ريتشد بالله حصل بتجري على ايدموند عشان تطمنه وبتقوله انها قدرت تمسك على هانوفر حاجاتها تجبره يسمع كلامها بعد كده وبتقوله ناب كده قدرت تحمي من هانوفر ومش فاضل بس غير انها تخطط كويس عشان تقدر تحميه من الحاكم وبتقوله كمان ان اول قرار هتاخده بمجرد ما تمسك رئاسة الممرضات انها هتعمل حفلة للمرضى والممرضين في المستشفى عشان يرقصوا براحتهم ويخرجوا الطاقة السلبية لجواهم وبكده هتكون قدرت انها تكسبهم لصفها وبتطلب من ايدمون انه يستغلوا حضور كل الناس في الحفلة ويقنعهم بانه شخص مجنون فعلا عشان يستغلوا شهد الناس دي ويقدرنهم يطلعوا مريض نفسي وبكده مش هيتعدم وفعلا بتجتمع ريتشد بكل طاقم التمريض وبتبلغهم بقرارها وبعدها بتروح تتكلم مع بيتسي على انفراض وبتحاول ريتشد انها تكسبها يا كمان لصفها فبتساعدها عشان تحط خطة تكسب بها هانوفر وبتقترح عليها انها تطلب من هانوفر يكون رفيق لها في الحفلة وتستغل الفرصة وترقص معها فبتوافق بيتسي على الفكرة وبتبدأ انها تسق في ريتشد وبعدها بتجري ريتشد على مكتب هانوفر وبتحكيله عن اتفاقها مع بيتسي وبتجبره انه يوافق على العرض وبيحاول هانوفر انه يعتار لكن ريتشد بتصر على كلامها ومش بتديله فرصة يقول اي حاجة وفي مكان تاني بمشوف واحدة اسمها قندين وهي بتتخانق مع عازف كمان بسبب الطريقة الغلط اللي بيعزف بيها وبتزعاله قندين وبتقوله انها في وقت من الاوقات كانت عازفة الكمان القولة في البلد ولازم ياخد برأيها لكن الشاب ما بيهتمش وبيمشي وبيسيبها وبعدها بنشوف قندين وهي رايح المستشفى لوسيا وهناك بيستقبلها الدكتور هانوفر وبيسأل عن مشكلتها فبتعرف قندين نفسها باسم تشيرلوت وبيستغرب هانوفر وده لان الاسم اللي موجود قدامه هو قندين وبتبدأت تشيرلوت تحكي خاصتها وبتقول انها مؤخرا بقت بتعاني من مشاكل في الذاكرة وبتفوق فجأة بتلاقي نفسها في مكان هي مش عارفية زي مثلا انها من فترة فقت لقيت نفسها في مطار نيويورك وهي اصلا مش فاكرة هي راحت اللي هناك ازاي وبتقول تشيرلوت انها تشخصت قبل كده بفقدان ذاكرة وكمان باكتئاب شديد لدرجة انها حاولت تنتحر فبيسألها هانوفر عن قندين الاسم المكتوب في الملف بتاعها بتنكر تشيرلوت انها تعرف حد بالاسم ده لكن فجأة بتحصل حاجة مش متوقعة وهي ان شخصية تشيرلوت بتتحول لشخصية طفلة صغيرة وبتبدأ انها تدور على والدتها وبعدها بتتحول لشخصية تانية خالص واللي بتكون مقتنعة ان هيتلر واقف تحته وبيطردها وفجأة بتبدأ انها تسرخ من الخوف وبتكسر في كل حاجة حواليها فبيستدعي هانوفر الممرضين عشان يدولها حقنة مهدق بسرعة وبمجرد ما بتهدها بيصرحها هانوفر انها مصابة بالطراب تعدد الشخصيات وبيقولها ان ده اكيد بسبب صدمة وفي الوقت ده بتقرر ريتشد انها تستغل الفرصة وبتطلب من هانوفر انه يستغل حالة تشيرلوت ويعرضها على الحاكم عشان ينشغل بيها وينسى ايدموند وبعدها بنشوف لينور بعد ما رحت للفندق عشان تقابل ريتشد ولكنها بتلاقي ان الفندق اقل من مستواب كتير فبتقرر انها تحجز قضة في فندق تاني كبير وبتروح لها ريتشد على هناك عشان تقابلها وبتعرض عليها انها تخلصها من الدكتور هانوفر في مقابل مليون دولار وبالرغم من ان ده مبلغ مش كبير بالنسبة لينور الى انها بتتدايق من ابتزاز ريتشد ليها وتاني يوم بنشوف ايدموند وهو بيطلب من ريتشد انها تجيب له قلة حدا صغيرة وبيقول لها انه قرر يستغنمها اثناء الحفلة ويجرح ايده عشان يقنع الناس انه مجنون ومش واعل تصرفاته فبتعجب ريتشد بالفكرة وبتوافق عليها وبنروح لدكتور هانوفر بعد ما تقرر انه يستخدم التنويم المغناطيسي عشان يعالج تشيرلوت وبالرغم من انها بتكون خايفة من الفكرة لكنها بتنام على طول وبتبدأ تحكي عن ماضيها وبنعرف ان تشيرلوت من سنتين اتعرضت للخطف من مجموعة شباب واللي فضلوا محتجزينها وبيعذبوا فيها لأكتر من تسعة ايام لحد ما جي والد واحد منهم واللي كان زابط شرطة ودي لها فلوس ولبس جديد وهددها انها لو بلغت باللي حصل مش هيسبها في حالها فبيستند جهانوفر ان الصدمة دي هي سبب الاضطراب اللي عند تشيرلوت وبمجرد ما بيفوقها من النوم بيجري بسرعة عشان يسجل كل اللي وصله في حالتها على شوت كاسد وبيباني انه تأثر جدا وده لانه دي اول مرة يحس انه عالج مريضة فعلا وعلاجه نجح معيها وبالليل بنشوف بيتسي وهي قاعدة مع لويز مدير تلفوند وبنعرف انهم صحاب جدا وبتقول بيتسي انها بتكره ريتشيد ومع ذلك بتحاول تقنعها بعكس كده عشان تضحك عليها وبتكون بيتسي متأكدا ان ريتشيد بتخطط لحاجة وعشان كده بتقرر انها تستغل وجودها في المستشفى اثناء الحفلة وتخلي لويز تدخل تفتش قدتها يمكن تلاقي حاجة وبنروح لهانوفر اللي بيكون قاعد في مكان وبالصدفة بيلمح لنوره يقاعدة في تربيزة جنبه فبيتراب هانوفر وبيجري على ريتشيد في قدتها عشان يستخبى عندها وبتمثل ريتشيد انها متعطفة معاه وبتقنعه يروح يستخبى في المستشفى تحت حماية الحراس لحد ما هي تشوف له حال لكن بعدها بتروح ريتشيد للنور وبتبلغها باللي حصل فبتتفق معها لنور انها تدلها 100 ألف دولار في مقابل قتله وبتقول لها انها مش نوية تدفع ولا دولار واحد زيادة فبتوافق ريتشيد وبتوعدها انها تخلصها منه في أسرع وقت وبيجي وقت الحفلة وبنشوف كل أفراد المستشفى وهم متجمعين وفي نص الحفلة بيتعصب هانوفر على بيتسي وبيصراحها بحقيقة مشاعر وبيعرفها ان عمره محبها ولا حاجة ولكنه كان بيعمل كده ومضطر فبتجري بيتسي على جوه وهي منهارة وبتروح وراها ريتشيد وجوندلين عشان يهدوها وفي الوقت ده بنعرف ان ايدموند ودولي حطوا خطة وهي انهم يقتلوا الحارس وبعدها يرابوا من المستشفى عن طريق عربيت دولي وبتكون ريتشيد ما تعرفش اي حاجة عن خطتهم وبيعاد شوية وقت وبنشوف ريتشيد وهي بتدي ايدموند الاشارة عشان يبدأ يمثل انه مجنون ويجرح نفسه لكن ايدموند بيصدمها وبيستخدم القلق الحد اللي معاه في انه بيطعن الحارس وبيقتله وفي الوقت ده بيسرخ كل الوقفين وبيفضلوا يجروا في كل مكان مع ده جوندلين اللي بتقرب من دولي عشان تاخد السلاح اللي معاها فبتتوتر دولي وبتضربها بالنار وبعدها بيجري ايدموند ودولي على العربية وبيهربوا من المكان بسرعة وفي نص الليل بتلاقي الشرطة عربيتهم واقفة على الطريق فبتروح لعندها عشان تقبض عليهم لكن بتكتشف ان العربية فاضية وانهم هربوا وفي الوقت ده بيكون ايدموند ودولي بيجروا وسط الاشجار عشان يستخبوا من الشرطة وبيبقوا سمعين صوت الكلاب بتجري وراهم فبتفهم دولي انهم بيشموا روحتهم وعشان كده بتقرر انهم لازم يقلعوا هدومهم وينزلوا للبحيرة اللي قدامهم عشان يبعدوا عنهم اي ريحة ممكن تجذب الكلاب ليهم وبعدها بيفضل الاتنين يجروا من الشرطة لحد ما بيلاقوا قدامهم بيت مهجور وبيقرروا انهم يباتوا فيه لحد ما يلاقوا مكان تاني وبيقعد الاتنين يتكلموا سوا وبتحصل بينهم علاقة والتاني هم بيحس ايدموند بالجوع وبيلاقوا قدامه ديك في المزرعة فبتطلب منه دولي انه يتباحه وهي بعد كده هتسويه لكن ايدموند بيخاف وبيقولها انه عمره ما قتل حيوان قبل كده فبتسخر دولي منه وبتستغرب ازاي سفاح زيه وبيقتل بني قدمين عادي لكن عنده مشكلة في قتل الحيوانات فبيقولها ايدموند ان الحيوانات ما قزيتوش في حاجة لكن كل الاشخاص اللي قتلهم قبل كده ازوه وكان لازم ياخد حقه فبتقرر دولي انها تقتل اديك بنفسها وبعدها بتروح عشان تسويه وفي الوقت ده بنعرف ان جواندلين تم انقاذها وان حالتها بقت مستقرة وبنلاحظ ان ريتشد كانت خايف عليها جدا وفضلت قاعدة جنبها لحد ما خفت وتاني يوم بتكون جواندلين مشغالها تلفزيون على قناة بتعرض مسرح عرايس وبتلاحظ ان ريتشد متأثرة باللي هي شايفها فبتحكي لها ريتشد ان زمان لما كانت طفلة كان عندهم مسرح عرايس في البيت عشان كده بتتأثر كل ما تشوفه وبيفكرها بماضيها فبتعرض عليها جواندلين انهم يروحوا سواء لمسرح عرايس حقيقي تاني يوم بمناسبة انها خفت وبالرغم من رفض ريتشد في البداية الا انها بتضطر توافق لما بتلاقيها مصرة وتاني يوم فعلا بيروح لاتنين سواء لمسرح العرايس وبمجرد ما بيبدأ المسرح بتفتكر ريتشد مضيها وبنعرف انها زمان بعد مرض والدتها بسبب شرب المشروبات الكحولية اتحطت ريتشد في ضر رعاية وهناك فضلت قاعدة فترة لحد ما تم تبنيها من أسرة مكونها من اب وام وابن تاني هو كمان متبني وكان الاب والام دول بيضربوا الطفلين وبيعنفوهم على الأل حاجة وبعد فترة بيتعرف الطفلين على اخصائية اجتماعية وبيصعبوا عليها جدا فبتقرر الاخصائية انها تكتب تقريره وبتقول فيه ان الطفلين دول اخوات فعلا عشان محدش يفصلهم عن بعض بعد كده ابدا ومع الوقت بيتنقل الطفلين بن أسر مختلفة لحد ما بيستقروا مع أسرة غنية جدا وبيبقوا مبسوطين باللي هما فيه ولكن بعد فترة بيكتشفوا انه الأسرة دي تبنتهم عشان عايزين يستغلوهم وبيعرفوا انهم عاملين مسرح عرايس في بدروم بيتهم وبعد فترة بيبدأ لأب والأم انهم يعزموا أصدقائهم على حفلات بيعملوها في البدروم وبيخلوا الأطفال يعملوا ممارسات جنسية قدامهم في مقابل الفلوس ومع الوقت بيتفق الطفلين انهم لازم يهربوا من البيت ده لكن الولد بيقرر انه يقتل الراجل والست قبل ما يمشي وبالرغم من وعد ريتشد ليه انه عمرها ما تسيبه أبدا الا انها بمجرد ما بتشوف منظر الجسس بتترعب وبتجري برا البيت وبتفوق ريتشد من ذكرياتها وهي منهارة وبتتخانق مع الراجل المسؤول عن مسرح العرايس وبتسأله وازاي بيارد حاجة زي دي على شوية أطفال لكن بتكتشف ريتشد بعدها ان ده مسرح عرايس مناسب للأطفال عادي ولكن ظروف الموقف ايه اللي خليتها تفتكر ماضيها فبتنسحب ريتشد بسرعة وبتمشي وبتروح وراء جوندلين وبتصر تفهم اللي حصل فبتاخدها ريتشد لمكان هادي وبتحكي لها كل حاجة عن ماضيها وبنعرف ان الولد اخو ريتشد هو ادموند وبنعرف كمان ان من الوقت ده وريتشد حسى بالزنب انها سبت اخوها وهربت وعشان كده بتحاول تنقذه من اي مشكلة بيورط نفسه فيها وبنروح لأدموند واللي بيقرر هو دولي انهم يتحركوا من المكان ده بسرعة قبل ما الشرطة توصل لعندهم لكن بمجرد ما بيفتح ادموند الباب بيكتشف ان الشرطة محوطوهم من كل حتة فبيقفل الباب بسرعة وبيقول لدولي انهم لازم يسلموا نفسهم وده لانهم كده يعتبروا سفحين ولو حاولوا يهربوا الشرطة هتضرب عليهم نار وتقتلهم وبيوعيدها ادموند انها هيقول انه خطفها عشان محدش يتهمها انها هربت مجرم وبعدها بيخرج ادموند وبيسلم نفسه لكن فجأة بتطلع دولي وهي مسكة البندقية للقيتها وبتضرب نار على الشرطة وبتنجح انها تقتل اتنين منهم فبيمسك الشرطة التالت المسدس وبيقتل بي دولي وبتفضل الشرطة تضرب عليها نار لحد ما بيتأكدوا انها ماتت وبيوقف ادموند وهو مصدوم من اللي بيحصل وبيبانى عليه انه حاسس بالزنب وده لانه خليها تساعده من الاول وبعدها بتقبض الشرطة على ادموند وبيراجعوه للمصحة من تاني تحت احراسة مشددة اكتر من الاول وتاني يوم الصبح بيروح الحاكم للمستشفى عشان يتكلم مع الدكتور هانوفر وبيتخاني معاه بسبب تأثير الطاقم الطبي في حالة ادموند وبيوجه الحاكم كلامه الهانوفر وبيقوله انه لو ما مضاش على تقرير بيقول ان ادموند مجرد مجرم ولازم يتحكم عليه بالاعدام وقتها هيوقف التمويل للمستشفى فبيضطر هانوفر ان يوافق وبيصرح جواندلين بلي ناوي يعمله وبيقولها انه ضحك على هانوفر عشان يخليهم دي على الورقة لكنه في الحقيقة مش ناوي يمول ولا حاجة وبعدها بنشوف الحاكم هو بيترد جواندلين من شغلها بسبب تأثيرها الفترة اللي فاتت في الشغل وانحيازها لهانوفر وريتشت وبنرجع بالزمن كم سنة الورقة وبنشوف زوجة هانوفر وهي في المحكمة وبترفع عليه قضية الطلاق بسبب تأثيره في رعايته ليها هي وبنتهم وبيحاول هانوفر انه يبرر موقفه قدام القاضي فبيوضح له ظروف شغله وعدد الساعات اللي بيشتغلها لكن في الاخر القاضي بيحكم لصالح الزوجة وبتروح عضانة الطفلة للام بالكامل فبيوضع هانوفر بنته وهو متأثر وبيوعدها انه هيرجع يشوفها في يوم من الايام تاني وبعد فترة بنشوف لنور وهي بتدور على اي دكتور يقدر يساعد في حالة ابنها لحد ما بتلاقي هانوفر وبيقولها ان المرض اللي عند ابنها ده بيخليه تلزز بتعذيب الناس وبيوافق هانوفر انه يبقى مسؤول عن الحالة وبيوعدها انه هيقدر يعالجه في اسرع وقت ممكن وبنرجع تاني للحاضر وبنشوف لويز بعد منفزت خطتها وقدرت تفتش قودة ريتشد في غيابها وبتبلغ بيتسي بللقته هناك واللي هو عبارة عن ورق مقصص من جراية كتير عن اخبار لها علاقة بالسفاح ايدموند كمان بتلاقي شريط عليه تسجيل لكلام ريتشد مع القصة اندروز وبيعرفوا ان ايدموند يبقى اخو ريتشد وعشان كده هيطول الوقت كانت بتحاول تساعده فبتاخد بيتسي الشرايت وبتروح لريتشد في قضيتها عشان تواجهها بكل اللي عرفته وبتضطر ريتشد انها تعترف لها بالحقيقة والغريبة ان بيتسي بتتعاطف معها وبتقرر انها ما تبلغش عنها ولا عن اللي عملته في القصة وبتسألها بيتسي عن ماضيها وهل هي فعلا ما كانتش ممرضة في الجيش فبتقول ريتشد انها ما كانتش درسة تمريد ولا حاجة ومع ذلك حست بمسئولية تجاه الجنود واللي بيحصل لهم وعشان كده قررت انها تتطوع وكدبت عليهم وقالت انها ممرضة ومع الوقت كانت بتتعاطف ريتشد معاي جندي مصاب بجروح خطيرة وبمجرد ما بيطلب منها انها تقتله عشان يرتاح من القلم بتعمل كده فعلا وبتقتله ولكن بعدها فترة بيعرف رئيس المخيم بأعداد الوفيات وبيبدأ ان يشك فيها لكن بما انه مش بيقدر يمسك عليها اي حاجة بيقرر انه يطردها بهدوء وبيمشيها من المخيم وبعدها بتبدأ ريتشد تدور على شغل تاني لحد ما بتعرف اللي حصل لإدموند فبتقرر انها تشتغل في نفس المستشفى وعشان كده بتجدب عليهم وبتقول انه وصل لها جواب بتعينها في المكان وبيباني على بيتس انها متأثرة بكل اللي هي بتسمعهم وبسبب طيبة ريتشد معاه اللي عملته يوم الحفلة بتقرر بيتس انها تنسى كل اللي عرفته وتتعامل مع ريتشد بشكل طبيعي في مقابل ان ريتشد تساعدها في خطة جديدة وهي انهم يبلغوا عن هانوفر وفعلا بيروح للمسؤولة وبيقول لها ان اسمه الحقيقة مانويل لكنه بينتحل شخصية طبيب تاني عشان يهرب من الجريمة اللي عملها فبتصدر المسؤولة قرار بوقف هانوفر عن العمل وتحويله للتحقيق وبتعين بيتس مكانه لحد ما يلاقله بديل وبتفرح بيتس بكل اللي حصل وبتستغل ريتشد الفرصة وبتطلب من بيتس تردلها الجميلة عن طريق انها تعين هاك مشرف للممردين وده لانه شاطر ويستحق المنصب فبتوافق بيتسي وبتوعدها انها تعمل كده في اسرع وقق وفي نفس اليوم بيعرف هانوفر بقرار عزله فبيسيب المكتب بسرعة وبيجري على قودة تشيرلوت عشان ياخدها معاه ويهربوا قبل ما الشرطة تقبض عليه وبيروح لاتنين سوا على فند وبمجرد ما بيدخلوا القودة بيخبط شرطة عليهم الباب فبيتراب هانوفر وبيخاف لحسن شخصية تشيرلوت تتحول لشخصية تانية من الخوف وتعترف للشرطة انهم هربانين وعشان كده بيخبيها في الدولاب وبيقفل عليها وبنكتشف ان الشرطة جاي عشان يبلغ هانوفر انه يغير المكان اللي ركن فيه العربية مش اكتر فبيتطمن هانوفر وبيروح عشان يخرج تشيرلوت من مكانها لكن بيكتشف انها تحولت لوحدة من شخصياتها الكتير بسبب الخوف وبتفضل شخصية تشيرلوت الجديدة تكسر في المكان وبعدها بتروح عند الدكتور هانوفر وبتفضل تضربه وتاني يوم بتفوق تشيرلوت من النوم بشخصيتها الحقيقية وبتتخض لما بتلاقي ديها مليانة دم ولما بتدور بتكتشف انها قتلت الدكتور هانوفر وهي مش في وعيها فبتتصل بريتشيد عشان تيجي تنقذها وبتنصحها ريتشيد انها لازم تهرب وبتديلها لبسه وفلوسه وبتقولها على مكان ما صحها نفسية تروح تقعد فيها لحد ما يلقى حل وبعدها بتقرر ريتشيد انها تستغل الفرصة فبتروح عند جسد هانوفر وبتفصل راسه عن باقي جسمه وبتاخد الراسل لنور وبتقنع نهاية اللي قتلته فبتفرح لنور جدا وبتديلها المكافأة اللي اتفقوا عليها قبل كده وبعدها بتاخد لنور الراس عشان تواريها لابنها وتفرحوا انهم اخيرا قدروا ينتقموا من هانوفر والعملوا فيهم لكنها بتتفاجئ برد فعل ابنها واللي بيقولها ان هي كمان غلطت في حقه وطول الوقت كانت بتتكسف منه ومن اعاقته قدام صحابها لدرجة انها كانت بتقضي وقت مع الارد بتاعها اكتر ما بتقعد معه هو فبتنهر لنور من كلامه وبتحاول انها تبرر موقفها لكن فجأة بيجي واحد من الخدم وبيتعانها في ظهرها لحد ما بتموت وبنفهم ان هنري هو اللي متفق معايا يعمل كده عشان ينتقم من والدته واسلوبها معاه وبنرجع لريتشيد اللي بتروح عالفندق وهناك بتلاقي واحدة عدم استنيها وبتكتشف ريتشيد ان الواحدة دي هي ان المرشدة النفسية اللي كانت مسؤولة عن حالتها هي وإدموند زمان وبالرغم من انها بتبقى لسه متعاطفة معهم زي زمان واكتر الا انها بتكون جاية تنصح ريتشيد انها تسيب إدموند ياخد جزاء وده لانها مش هتقدر تنقذه من كل اللي هو ورت نفسه فيه ده وبتقول انا ان واحد من الكهنة اللي إدموند قتلهم والي هو القصة جوزيف يبقى ابو إدموند الحقيقي وبنعرف كمان ان إدموند عمل كده عشان ينتقم منه بسبب انه اختصب والدته زمان ولما عارف انها حامل رماها وما فكرش حتى يسأل عن ابنه فبتتأثر ريتشيد بالحكاية وده لانها ما كانتش تعرف الدوافع اللي خلت إدموند يعمل كده وبتتعاطف معاه أكتر وتاني هون بتروح ريتشيد لجويندلين في بيتها عشان تعتذر لها عن كل اللي حصل بسببها وفي الوقت ده بتكون جويندلين خايفة بعد ما اكتشفت بالصدفة انها مصابة بالسرطان وحاليا ما بقاش معها فلوس حتى عشان تتعالج فبتطمنها ريتشيد وبتوعيدها انها هتساعدها بالفلوس اللي معاها ومش هتسيبها للما تخف وبنروح لهنري وبنعرف ان الخادم اتقبض عليه واعترف ان هنري هو اللي طلب منه يقتلها لكن الشرطة مش بتصدقه وبتتهمه هو بالقتل وبيجي وقت فتح وسيط لنور وبنعرف انها كتبت نص ممتلكتها لمتحف الفنون اللي هي بتحبه ونص التاني خصصته للقردة بتاعتها عشان يصرفوا عليها طول ما هي عايشة وبنعرف انها قمرت المحامين انهم ياخدوا هنري المصحة نفسية عشان يكمل حياته هناك فبينهار هنري من اللي سمعه لكن ما بيبقاش يقدر يعمل اي حاجة تاني وبنروح للمستشفى وبنشوف بيتس وهي مجتمع بتقم التمريد وبتبلغوا من هي المديرة الحالية وبتعرفوا منها قرارة تعاين هاك مشرف على الممردين بتشجيع من ريتشد فبيفرح هاك جدا وبعدها بيرجع كل واحد على شغله وبيعد شهر وبنشوف ريتشد وهي راحها للمستشفى بعد معرفة ان ادموند خلاص تحكم عليه بالاعدام وبتسأل بيتس عن الطريقة اللي هيتعدم بيها فبتقولها انهم الاول هيددولوا حقنة منومة وبعدها هيعدموه عن طريق حقنة سيم وهيموت خلال دقايق وليلة فبتتأثر ريتشد وبتنهار من اللي هيحصل لاخوها وبتكون بيتسي متعاطفة معها جدا لكن بتقولها ان ما فيش اي حاجة في ايدهم يعملوها ومع ذلك بتوعيدها بيتسي انها هتخليه قضي اخر اسبوعين ليه وها مبسوط وبتقول بيتسي ان الحاجة الوحيدة اللي ممكن يقدمها لإدموند دلوقتي هي انهم يسمحوله يقضي شوية وقت برا زنزانته وعشان كده بتقرر بيتس انها تسمح لإدموند يقضي ساعة يوميا في المزرعة التابعة للمستشفى عشان يقضي هناك مع الحيوانات ويقضي وقته بعيد عن الزنزانة والوحدة وتاني يوم بنشوف الحرس هم مواغدين إدموند للمزرعة وهناك بيكتشف ان في كذا حارس وقفين عشان يرقبه كل تحركاته وبيقول واحد منهم ان معهم اذن بقتله في حالة انه لو عمل اي حاجة كده ولا كده فبيطمنهم إدموند وبيعرفهم انه مش نوه يعمل اي حاجة وبعدها بيبدأ انه يلعب مع الحيوانات وبيبقى شخص طيب جدا وبيفضل يتكلم معهم وهو متأثر بسبب كل اللي شافه في حياته وفي الوقت ده بنشوف سفاح تاني وهو بيتعدم عن طريق حقنة السم لكن الحاكم بيغير الخطة على اخر لحظة وبيقرر انهم يقتلوه باستخدام الكورس الكهربائي عشان يبين لكل الناس انه شخص عادل ويرجعوا ينتخبوه لكن الحاكم بيكون قاس جدا وبيفضل يعزف في المجرم لحد ما النار بتمسك في جسم كله وبيتحرق وبيكون كل ده بتسجل على الراديو وبيسمع سكان المدينة اللي بيحصل وبيتأثروا جدا وبعد كل ده بتقرر ريتشيد وجوندلين انهم يروحوا للحاكم عشان يتكلموا معاه ويترجون هيئة الايدموند باستخدام الحقنة او الغاز من غير ما يلجأ للكورس الكهربائي لكن الحاكم بيبقى مش مهتم بأي حاجة اللي فوزه في الانتخابات وعشان كده بيرفضوا ويساعدهم وبيمشوا ويسيبهم فبيروحوا هم الاثنين عشان يتكلموا مع بتسي واللي بتكون شايفة ان اي حد عائل هيعرف ان ايدموند مريض نفسي ومش مسؤول عن تصرفاته وبتكون بتسي كمان شايفة ان ايدموند يستهل يتعالج او على الاقل يموت بطريقة انسانية اكتر فبتقطعها ريتشيد وتقولها ان عندها خطة جديدة وهي انهم ياخدوا ايدموند على الحزيرة لكن المراضي بدون حرس وبعدها يديله هاكل مخدر وتقتله ريتشيد بالحقنة اللي معيها وبكده هيبقوا رحمه من قصوة الحاكم واللي ممكن يعمله معاه وبالرغم من ان ريتشيد بتقول الكلام ده وهي متأثرة الا انها بتبقى مقتنعة بيه وخايفة على ايدموند من ان يموت بأي طريقة تاني اسي اكتر من كده وتاني يوم بتحصل حاجة غريبة وهي ان تشيرلوت بترجع للمستشفى من تاني لكن المراضي بتكون حدد الاضطراب عندها زادت وبتتقمص شخصية الدكتور هانوفر نفسه وبتروح تشيرلوت عشان تقعد على مكتبه وبتبقى عايزة يتمارس كل مهامه فبتحاول بيتسي توافق لها على اي حاجة وده لانها عارفة كويس ان تشيرلوت مش طبيعية وارد الاضطراب اللي عندها خليها تعمل اي تصرف مش مسئول وبتطلب تشيرلوت انها تقابل ايدموند وتتكلم معاه فتروح بيتسي عند الممرض هاكل وبتطلب مساعدته وبيحاول هاكله يمتص غضب تشيرلوت وبيفكرها بحاجات عن نفسها عشان ترجع لطبيعتها من تاني لكن تشيرلوت بمجرد ما بتلاحظ انه بدأ يقرب عليها بتقتله بالمسدس اللي معاه بدون اي تردد وبعدها بتكبر بيتسي تاخدها عند ايدموند عشان تتكلم معاه وبمجرد ما بتوصل لعنده بتقتل تشيرلوت الحارس اللي واقف وده لانها تدايقت بعد ما سألها عن هويتها وبيستغرب ايدموند جدا من انه هم اللي جايين يهربوا وبيفتكر ان ريتشيد حصلها حاجة وعشان كده بياخد سلاح الحارس وبيهدد بيتسي انه هيقتلها لو ما قالتلوش ريتشيد حصلها ايه وهي كانت بتخطط لحاجة ولا لا فبتطمنه بيتسي وبتقوله ان ريتشيد كويسة وبسبب خوفها من السلاح بتضطر انها تعترف له على خطة ريتشيد وبتقوله انها كانت عايزة تقتله باستخدام القتل الرحيم عشان ترحمه من القتل بالكورس الكهربائي فبيتصدم ايدموند وبعدها بيقرر انه يحبس بيتسي في الزنزانة وبياخد شيرلوت معاه وبيهربوا سواهم الاتنين وفي الوقت ده بتكون ريتشيد في عربيتها وفي طريقها للمستشفى وبتشوفهم وهما بيهربوا من جنبها وبتفهم ريتشيد ان ايدموند عارف كل حاجة وبتستنتج انه مش هيسبها وبعد السنتين بنشوف ريتشيد وجواندلين وهما بيقضوا اجازتهم في المكسيك وفيهم بتجيلهم بيتسي على هناك عشان يقضوا اجازتهم كلهم سوا واسناء ما هم قاعدين بتسيبهم ريتشيد وبترجع للقوضة عشان تجيب كتاب تقرأ فيه لكن بتحس في الطريق بحركة حد حواليها فبتجري على القوضة بسرعة وبتقفل على نفسها وفجأة بيخبط الباب فبتجهز ريتشيد المسدس اللي معيها وبنعرف انها طول الفترة اللي فاتت دي كانت متوقعة ان ايدموند هيعرف يلاقيها وقتها هيبقى عايز انتقم منها بسبب اللي كانت عايزة تعمله فيه وبتفتح ريتشيد الباب بحذر وبتكتشف انها تشيرلوت واللي بتكون جاية تبلغ انها خفت فبتسألها ريتشيد عن مكان ايدموند وده لانهم وقت ما هربوا كانوا سوا وفجأة بيظهر ايدموند من وراه بيقولها انه جاي عشان يقتلها وبعدها يقتل نفسه وده لانه اقتنع خلاص انه ماينفعش يفضل طول عمره هربون وبعدها بيقرب ايدموند من ريتشيد وبيطعنها فبتفوق ريتشيد من نومها وبتكتشف انها كانت بتحلم وبتهديها جوندلين وبعدها بيستقبلوا بيتسي واللي بتكون جاية تقضي اجازتها معاهم واسناء ما هم قاعدين سوا بتقرها جوندلين في الجريدة خبر عن سفح قتل سبع ممرضات وبعدها هرب وفي نفس الوقت بيجي ريتشيد تليفون من شخص وبيرفض يقول هو مين فبترد ريتشيد على المكالمة وبتعرف انه ايدموند وبتفهم انه هو اللي قتل الممرضات دول عشان يلفت نظرها انه مش هيسيبها فبيضحك ايدموند وبيستعرف انها فهمال الدرجات دي وبيقولها انه هو فعلا مش هيسيبها وبيعرفها انه قدر يحدد مكانها وقرايب قوي هيخلص منها لكن ريتشيد بتقطعه وبتقوله نهاية اللي هتخلص عليه قرايب قبل ما يقتلها وبتحذره من اللي هي ناوية تعمله فيه فبيقف ايدموند معها المكالمة وبيرجع للعربية من تاني وهناك بتكون تشيرلوت قاعدة مستانية وبنكتشف ان لويز هي كمان انضمت ليهم وبقت فرد من افراد العصابة بتاعت ايدموند